تصدت قوات الامن بتعز لهجوم مسلح استهدف مقر الشرطة العسكرية حيث قامت مجاميع مسلحة بالانتشار في محيط القيادة والتمترس بالمباني المرتفعة وإطلاق النار منها ووفق تصريحات أمنية فإن الهدف من هذا الهجوم إطلاق سراح محتجز في سجن الشرطة العسكرية أسفر الهجوم المسلح عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين ودلل هذا الاعتداء وفق ناشطين على عودة قوات أمن المدينة إلى مربع الدفاع عن نفسها بعد أن قيدتها الضغوطات السياسية عن أداء مهامها في ملاحقة القتلة والمطلوبين أمنيا وهو ما أكدت تخوفات الشعبية التي أثيرت حول خطورة التوقف الحملة الأمنية التي كادت أن تقبض على مطلوبين أمنيا لولا صدور أمر بيقافها كان أمن تعز قد تعرض نهاية شهر مارس إلى حملة إعلامية موجهة اتهمت فيها قوات الأمن بارتكاب انتهاكات أمنية بحق المدنيين إثر المواجهات الأخيرة التي جرت بين الأمن وكتائب أبو العباس المدعومة إماراتيا كشفت منظمات حقوقية وتحقيقات صحفية عن كونها مجرد فبركات إعلامية الاغتيالات التي نشاهدها الهجوم المسلح على مقر الشرطة العسكرية تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أحد ضحايا الإنفلات الأمني الخطيب عمر دوكم الذي تم اغتياله أمام مسجد العسائي بتعز واشتهر دوكم بنشاطه المدني والدعوي المنحاز للفكر الوطني المعتدل ورغم مرور سنة على استشهاده إلا أن أسئلة قديمة جديدة لا تزال بلا إجابة من اغتال دوكم ومن قتل قبله وبعده الكثير من الجنود والمدنيين من يقف خلف فوضى الاغتيالات بتعز من المستفيد منها والسؤال لهم إلى متى سترفع التدخلات السياسية والضغوطات الخارجية أيديها عن أمن تعز ترجمة نانسي قنقر